موسيقى مشاهدي قناة الأخبار المغربية امفانت كاتهلا بكم في الاقتصادية أفد مكتب الصرف بين العجز التجاري للمغرب بلغا نحو 91 مليار ديران فصل 32 عندما تم أبريل 2023 أي بارتفاع نسبته 2.6 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية المكتب أبرز ارتفاع الوردات ب3.2 إلى أزيد من 237 مليار ديران فصل 0.4 واستدرات ب3.6 إلى 145 مليار ديران فصل 72 مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 61.5 مقابل 61.2 قبل سنة وأوضح أن ارتفاع وردات السلاع يعزي لاقتناء سلع التجهيز وسلع المعدل لاستهلاك والمواد الغذائية كما أشار المصدر ذاته إلى أن وردات سلع التجهيز ارتفعت بنسبة 19.1 لتصل إلى 50 مليار ديران فصل 99 عندما تم أبريل أفاد بنكو المغرب أن المبلغ التجاري للقروض البنكية بلغ مليار ديران فصل 0.35 عندما تم شهر أبريل 2023 أي بارتفاع سنوي نسبته 5.6 وفي التفاصيل أوضح بنكو المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية لشهر أبريل أن جار القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين استقر عند 899 مليار ديران فصل 1 في حين بلغ جار القروض الممنوحة للوكلاء الماليين 135 مليار ديران فصل المصدر ذاته أشار إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 3.9 في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تعكس بالأساس ارتفاعا بنسبة 5.9 بالنسبة لقروض التجهيز وبنسبة 1.7 بالنسبة لتسهيلات الخزينة أعلن بنكو المغرب ومجموعة نظامي المقاصل الإلكترونية بين البنوك المغربية عن إطلاقية تحويل البنك الفور ابتداء من فاتح يونيو 2023 وذلك في إطار الأهداف الرامية إلى تحديث نظمي الأداء أو نظمي الأداء أوضح بلاغ مشترك لبنك المغرب ومجموعة نظامي المقاصل الإلكترونية بين البنوك المغربية أوضح أن خدمة الدفع الإلكتروني الجديد تخول لكل شخص تحويل الأموال في أقل من 20 ثانية من حسابه المفتوح في أحد البنوك إلى حساب آخر مفتوح في بنك مختلف وأضاف البلاغ أن التحويل الفوري محدود في الفترة الانتقالية في مبلغ 20 ألف درهم وسيكون متاحا بالمجان لزبناء الأفراد لمدة ثلاثة أشهر وبعد هذه المدة سيتم تحديد سعر هذه الخدمة وفقا لتقدير كل بنك موضحا أن هذه الخدمة متاحة 24 ساعة في اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع ارتفعت أسعار النفط اليوم وعودت الخسائر التي سجلتها في وقت سابق إذ قادت احتمالات وقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتصويت الحاسم في مجلس النواب على مشروع قانوني سقف الدين في تجدد التفاؤل إزاء المزيد من نمو يطلب على الوقود في أكبر مستهلك له في العام هذا وزادت العقود الأجلة لخام برينت تسليم غشت بـ 32 سنة إلى 72 دولار للبرميل فصل 92 بينما ارتفع خام غرب تيكساس الوسيطة الأمريكي 25 سنة إلى 68 دولار للبرميل فصل أربعة وثلاثين استقرت أسعار الذهاب اليوم مدعومة بتراجعي الدولار حيث ظلت حبيسة نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياط الاتحادي القادمة بخصوص أسعار الفائدة بعد تصويت حاصم على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة هذا واستقرت سعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1963 دولار للأوقية فصل 49 بينما استقرت العقود الأمريكية الأجلة للذهب عند 1963 دولار فصل عشرة نهاية النشرة الاقتصادية لليوم مشاهدنا نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله